بيها كمان شق إنساني كبير جداً إنما كمان هي حكاية الكتبة هي حكاية حقيقية عاشتها الكتبة مرت بيها كتبتها نقلتها عملتها لنا في رواية كلنا هنستمتع بيها الكتبة والأستاذة مها سالم صاحبة رواية بيت الخرنفش اللي مشاركة في معرض القاهرة الدولي لقى الكتاب في دورته الخمسة وخمسين أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بيكي شرع أولاً ألف مبروك على وجود حضرتك السنة دي في المعرض برسي جداً بشكرك وأنا عارفة إن دي أول رواية لحضرتك تشاركي بيها في معرض الكتاب على الرغم من تاريخ الصحفي إذا كان العسكري أو الاجتماعي صحيح آه الحمد لله أنا فرحانة جداً وفخورة وبشكرك وسعيدة إن أول لقاء في المعرض يكون مع حضرتك آه النهاردة يوم مميز جداً بالنسبالي لإن ظهور بيت الخرنفش اللي بتكون من 30 حكاية حقيقية يعني وإحنا بنقول في برنامج يحكى أنا هو ده بالضبط اللي أنا بعمله إن أنا بحكي قصة البيت المصري والأصول المصرية وقصة الحب اللي جمعتني بشريك حياتي لمدة 25 سنة تأسس فيها البيت على القيم والأدب والإحترام والمواد ده والرحمة فيها معايشة حقيقية لتفاصيل بيوت مصرية تشبه بيوت كتيرة جداً من الأسر المتوسطة قصة شعيقة جداً والحقيقة إنه أكتر حاجة يمكن أنا بتمسني وأكيد هتمس المشاهد وأكيد هتمس القارئ اللي هي إقراها هي إن حريك تكتبي قصة حقيقية قصة عشتيها عشتيها بحس بحسيسك عشتيها بكل الحلو اللي فيها عشتيها بكل المراحل الصعبة اللي مرتوا بيها أكيد في المرحلة الأخيرة كلميني عن بيت الخرومفش فيه إيه بيت الخرومفش بيت الخرومفش هو بيت في مكان أثري سحري في حي الجمالية العريق الحي اللي تكلم عليه العظيم نجيب محفوظ وبعد كده اللي حكى عنه يوسف القعيد والأدباء والعزماء كلهم المكان ده حي الخرومفش حي الجمالية في شارع المعيز اللي دين الله الفاطمة جميل ده منطقة جميلة جدا ساحرة بتتبع على المقيمين فيها كتير من طبعها لأن أنت بتشوفي أن التاريخ أنت عايشة في وسط التاريخ وعايشة في وسط ناس كمان عندهم أصول اتربينا إن إحنا نحترم الكبير نراعي الصغير مش قيم نقولها على إطلاقها لكن نعيشها نطبقها صحيح بيت الخرومفش وهي قيمنا الإنسانية المصرية اللي اتربينا عليها كلنا هو داب الزبان